الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مواصلة في نفس الموضوع الذي تكلم عنه الأخ محمد جزاو الله خير مسألة معادات أقوام الأنبياء لأنبيائهم ورسلهم وما كانت هذه العداوات إلا من أجل أن الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته كانوا يصرحون بالكلام في الأولياء المزعومين وفي الكلام في الآلهة الباطلة ولما كان هذا الكلام لا يوافق أهواء المشركين ولا يوافق أمزجتهم وما يستطيعون أن يقابلوا هذا الكلام بحجة لأنهم ليست لهم حجة أصلا ليست لهم حجة لأن المشرك كما قال الله تعالى كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به الصمافي المشرك عند حجة على شركه أبدا إنه إناد الصالحين ولا يعبد الأولياء ولا غير ولا غير لكن لما يعجزوا عن هذا الأمر بعد ذلك يستخدموا القوة ويستخدموا المكر والإجرام منذ قديم الزمن لاحظ فرعون استخدم مع موسى نفس النظام موسى عليه السلام ناقش فرعون بالحجة قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصير وإني لا أظنك يا فرعون مذبورة كلامه واضح ناقش به فرعون لما غلبته الحجة وما قدر يناظر بعد أرسل في المدائن حاشرين قال يجيب السحرة تجيب السحرة عشان يسوي شنوه وربنا قال الساحر ربنا قال عنهم ولا يفلح الساحر حيث أتى مش ساحر دار تجيب ساحر عشان يناظر نبي رسول أرسله الله تعالى فلما انجوا ما قدروا يعملوا حاجة فغلبوا هنالك وانغلبوا صاغرين زي ما ربنا قال جل فيه حلا فوحرض على موسى أهل المدينة أهل مصر شوف السودية شغالت أهل الباطل يحرض عليك ناس الحلة واللوم الزول ده طبعا جاي داري فرق الحلة ويتوا طبعا عارفين إنه نحن كنا متعالفين في هذا المسجد أحبتي في الله يقوم الأخو المسلم شوف التميم ما تجيب نتكلم والبرعي ما بيدي جنة وتحسونا ما يتحكم في الكون طوالي نطب هناك أخو المسلم أول خازوك بيقوم بيقوم طوالي طبعا أحبتي في الله أنتم طبعا عارفين إنه نحن في هذا الحي العريق عريق بتاع شنة يا أزول ها كنا متعالفين وما في بيناتنا مشاكل أخوان لكن هؤلاء الناس من دعاة للفتنة وا 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 يخم الأناس يا أزولي ويقوم عليك من الحكمة وا وا وا. طوال ينطي مشي بهناك. مما شغلانة تكتم. وشوف الموضوع ده في وكتما. اتما تفتكر انه كلام ده تتكلموا الناس. او مولانا جزاك الله خير. بالله انا قال الخميسة جاي بدري. خميسة جاي بدري. بدري وين ديل بيقول لك هو عكتاني تجي هنا. اياك. زي ما ابو ابراهيم قال له ايشنه? قال له واحجرني مليا. قال له اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم. اتلأوا لي ما نافعين معك. هاي. قال له ولا ارجو منك. والله قال له ما بخليك برجمك. واحجرني مليا. ما قال له تعلي كله خميس. قال له تفوت تاني ما دار اشوف خلقتك ده. ده شوف لانه العقيدة دي بتفرق الناس. العقيدة بتفرق. بيكون في فريق مؤمن. وفريق ما مؤمن. لابد تحصل هذه الفرقة. ما ينصوا كلهم يكونوا عايشين مع بعض. الخبيث والطيب. مستحيل. وهذه دعوة الاخوان المسلمين. ودعوة انصار رسولنا الان. دارين يلملموا الناس كلهم. وانا لهم. انا لهم. الرسول والانبياء. شوف صالح عليه السلام دارين يقتلوه. ليه قال شنو. قال له معبدو الله براو. وإلى ثمودة اخاهم صالحة. قال يا قومي. اعبدوا الله. ما لكم من اله غيره. ما عندكم اله غير الله عز وجل. الله وحده. جل في علاه. الذي يستحق العبادة. قاموا مجموعة من الشرزمة والشفاتة. في قومي ثمود. ها. ربنا قال. وكان في المدينة. المدينة بتاع الصالح عليه السلام. تسعة ره. مجار ما ذيل. يفسدون في الارض. ولا يصلحون. ربنا يا ذكر انه. التسعة ديل. قاموا. وتقاسموا. اتفقوا مع بعض. قالوا الزلدى. ما بينفع معانا. تقاسموا. يعني اتفقوا كده. وقالوا. ادوا لبعضنا العهود. ان الزلدى. نقتلوا. لنبيتنه. واهله. ثم لنقولن لوليه. ما شهدنا مهلك اهله. وانا لصادقون. يعني اكتلوا صالح عليه السلام. مجار ما. لكن ربنا قال. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ما بتقدر. الشغل لا ما بتقدر توقفوا. حتى لو كتلوا الانبياء. ولو كتلوا الرسل. الدعوة ما بتقي فصل. ما ما كتلوا انبياء وكتلوا رسل. زي ما ربنا قال فريقا كذبوا. وفريقا يقتلون. كتلوا. هل الدعوه يكفت. ما هو يكفت. شغال اليوم الليلة. وشغال الى ان يرث الله عز وجل الارض. ومن عليها. ربنا قال. ومكروا مكرهم. ومكرنا مكرا. فانظر. كيف كان عاقبة مكرهم. انا دمرناهم. وقومهم اجمعين. الله دمرهم. جميعا. كذلك قوم مدين. نفس الكلام. وإلى مدينة. أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من اله غيره. شو الرسل ما عندهم موضوع. إلا الموضوع ده. يعني موضوع. يبدو به الدعوة. ده هو موضوع. الأساسي. ده الموضوع الأساسي. وما بمش منه لغيره. إلا الناس أولا يتركوا عبادة الأندات. ويعبدوا الله عز وجل. ديها دعوة الرسل. زي ما ربنا بيّن في القرآن. ولقد أرسلنا من قبلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول. إلا نوحي إليه أنه. لا إله إلا أنا فاعبدون. ديها دعوة الرسل. كلام واضح. ما أغوام. ولا بيعرفوا يلفوا ويدوروا. ولا ما ما حصل. أسي ما ولا لا. قالوا كلام زي ده. ما في كلام زي ده. نتشاور نذكر لهم ما نذكر. ما تذكر كيف. لا كان جيد قلت لهم والله في في واحد بهينة. واحد بهينة. واحد بهينة ده منو يعني. ما إنتداتك بزرّك. شوف نحنا ناسي الحمد الله المجتمع بقواعي. والله دار تلخبتها زي دي بيلمو فيك ناس وعين. بزرّك في الجامعة تقع تتورط. في ناس بعض الناس يقول لك. بعض الناس. وبعض الناس. مونوا. هم مونوا. الناس آدم يعرفوهم. ما هم كنت تقول لي بعض الناس. الرسل دعوتكم كانت واضحة. شا كده قالوا لي شعيب. لما فهموا الحاصل. وإنو الأولياء ما ينفعه ولا يضره. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال لك لا مقدان احنا ما فاهمينه ذاته. في كثير منه نحنا ما قاعد نفهم. وكذابين مجرمين. فهمين. والله فهمين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا رهتك لرجمناك. وما أنت علينا بعزيز. انت قالوا له ضعيف. ضعيف. لكن الله عز وجل معه. قالوا له انت ضعيف. ولو ما رهتك. يعني القبيلة بتاعتك. وآهلك. كان رجمناك. وما أنت علينا بعزيز. انت صلا ما مغيم عندنا. لا تخيل معي. كلام زي دي. قولوا له رسول. قالوا انت ما مغيم. ما عزيز عندنا. لكن احنا خليناك. عشان رهتك بس. بعد ذاك بيقى يحردوا العوام. شو أسو دي شغالة. تحريض العوام. والله. ربنا قال. وقال الذين كفروا من قومه. من قوم شعيب يعني. لان اتبعتم شعيبا. انكم اذا لخاسرون. ده هو تحريض العوام. قال لهم تتابعوا الزول ده. والله تخسروا. تخسروا في الدنيا وتخسروا في الآخرة. تخسروا في الدنيا. لأنه بيقطع لكم مصالح كثيرة. لأنه قال لكم لا تبخسوا الناس عشاهم. كان بيقولوا قروش. اموال الناس بالباطئ. قال لهم كان باريتوا شو عيب ده. بيقطع لكم مصالح زي هاصل الآن الصوفية. نحنا كلامنا ده بيقطع لهم مصالح كثيرة. في هجبات كانت بتتباع بتقيف. في شيوخ كانوا بتفعلون بياط. البياط بيقيف. في شيوخ كان بيجي يتفعلون قروش تغيلة. القروش بتقيف. عرفتها؟ شاكيد الشيخ طوالي اموره بزجاجة. مما نكشف لك هو اول حاجة ما كانت في قروش بسي من الموضوع ده. الشيوخ ديلا الآن فاتحين تاكية. بيجاي وبهناك شكينيبة كباشي غيره غيره. فاتحين تاكية. اتا لقاك شيخ طريقة شغال في السوق. والله تعداك. جيب ليه شيخ طريقة بيبيع طعمية. بيبيع طماطي. بيبيع عجور. شيخ طريقة سايق حافلة. يا خليك من ده. شيخ طريقة موظف بتاع بانك. فيه؟ ما فيه. قاعد تلقى قاعد يا زول وكرشة فل. والله كرشة قدامه. هرفتها؟ زي اخونا عمد نوران عنده صورة واحد. اسمه ممنوع. جاي لي مشكلة. والله ده يمسيح في كرشته. شغال يمسيح كده في كرشته. وقاعد. عرفتها؟ وخدت الله وفره. الفره الواحد ده في الكرسي. وقاعد ومشغل الله المروحة. عامل يده كده الجماعة يجي بوسه. ده يبوس ويمشي. ده يبوس ويمشي. ده يبوس ويمشي. ده يبوس ويحلو اللي حقينا فرقة نخوش نعطي لك عضة لما نتكيف زاته. لكن ما بداخلونا. ما بيداخلونا هناك. شوف ده بالله قال الله. زول شمعان ماكل وما عنده يشغل. بس بيجيبون القرش. هو قاعد يجيبون القرش. قال كلامنا ده بيقطع المصالح بتاع الجماعة ديل. عشان كده قالوا. قال لهم لان اتبعتم شعيبة. انكم اذا لخاسرون. ربنا قال فاخذتهم الرجفة. ويتخلي دايما توكلك على الله عز وجل. واعلم انه اهل الباطل ما بيقدروا يعملوا شي. فاخذتهم الرجفة. فاصبحوا في دارهم جاسمين. الله قال الذين كذبوا شعيبا. كان لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا. كانوا هم الخاسرين. انتوا الخاسرانين. مش الببار شعيب. كانوا هم الخاسرين. هرفته. دي شو دعوة الرسل كده. فيها معادات. فيها مصادمة لأهل الباطل. وإلا لو ما صادموا. ما كان حيلقوا هذه العداوات. ما بلقوا. تقال عداوة دي بتجي ساكن. التاسي. تعال في الجامعة ده. يتكلم. تكلم لهم كلام عادي. والله يزولي سالك ما فيه. والله يجيبوا لك ماذا. ماذا تفضل يا مولانا. ماذا؟ ومو الصحة. ويتفضل. انت ما لانك بتتكلم كلام يعني كل الناس يعرفون. وحقوق الوالدين. وحقوق الجيران. وووو. ما تعرف قلبك ما قلبك. ناس محمد سعيد. محمد حسيني عقوب. جيبوا من هناك. وزول قلبه واصخان دار ينظف قلوب الناس. كده انت والحاجة نظف قلبك. بعد ذلك تعالنا شوف تنظف قلوب الناس ولا لا. يجيبوا لك من هناك. تخيل زول جاي بالطيارة. بعدين الطيارة اللي بتجي من مصر دائما بتجي من الناحية دي. والطيارة جاي نازل على المطار في قبة الكباشي طوالة كده. طوالة. يعني محمد حسيني عقوب لو كلف نفسه عين بالشباك كان شاف القبة بتاعت الكباشي. واظنه شافة او عمل نايم. اظنه. هرفتا? بيجي نازل بيجاي. بيقوم بيجيبوا بينات. ام درمان بيجيها ولا ما بجيها. حمد النيل ما قاعد يجي بيا حمد النيل. اه? لا لما نيجي ماشي بيا حمد النيل. اه? لا لما نيجي ماشي بيا حمد النيل. حمد النيل. وماشي له بيط. شافة الزريبة بعينه. شافة الزريبة كده بعينه. ودلو بيط. والله ما فتح خشمه. ما لا جاب سيرة الزريبة. لا جاب سيرة برعي ولا اي حاجة. ماشي لهم هناك? قال لهم امسك العصايا وامسك الحبل. يا ذو الحبل انكسر راسك يا. ات محل الشرك. في مقر الشرك. يعتوا عصايا دي اللي بيمسكواها. ات قل لهم فكوا البرعي. ماشي امسك العصايا. قل شان دي ما بيتكلم. ناس جبنة. وناس يرقبون في الاموال. لذلك ما بيتكلموا. ودي ما دعوة الرسل. اوها يغشوك. اياك تتغشة. دي ما دعوة الرسل. في امتة? واخرجوا يعني شعيبا والذين معه. زي ما ربنا قال. وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. والذين آمنوا معك من قريتنا. او لتعودن في ملتنا. قال او لو كنا كارهين. قد افترينا. على الله كذبا. ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. كيف نخلي الله عز وجل تبارك وتعالى. ونجي نعبد معكم اولياء. ما عندهم شيء. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في امتة? ده نموزج بسيط لدعوة الرسل وحال اقوامهم معهم. وقدم شهاب عوض. شكرا للمشاه النظilling